كنوز في سورة البقرة لو عرفتها عمرك ما أبطل تقراه وبيني وبينكم كده إحنا محتاجين الكنوز دي طول الوقت وبالذات في اليومين اللي إحنا فيهم دول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايب قلبي أهلا بكم ويلا بينا نخش في الموضوع على طول ونسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي بتحكي لنا عن كنوز سورة البقرة عجب والله عجب يلا نبدأ الكنز الأول سورة البقرة تسبب البركة بإذن الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة لما تقرأ صورة البقرة البركة تيجي في كل حاجة حواليك بركة في الرزق في اليومين اللي الرزق دق فيهم بركة في الصحة بنا سبحانه تعالى يكفينا الأمراض والأسقام ونلقوا بيئة بركة في العمل لاقي وقتك طويل وإنتاجك كتير بركة في الوقت ما تزهقش وما تضيقش وما تحسش أن انت مخنوق وزعلان بركة في البيت في علاقتنا بولادنا وامرطاتنا وقعدتنا معاهم وساعدتنا في بيتنا بركة في كل شيء بالله عليك انت مش محتاج بركة الكنز التاني صورة البقرة بتحفظ من الحسد والسحر في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة تركها حسرة الواحد يتحصر على تركها من الخير الكتير اللي فيها ولا تستطيعها البطلة السحرة اللي بيعملوا سحر بيعملوا حاجات تؤذي الناس والعين الناس اللي بتحسد ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله يحفظنا منها مش نقصين احنا اليومين دولة سحر ولا حسن الكنز التالت صورة البقرة تدخل الحياة على بيتك حياة يعني سعادة وانطلاق ورضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يبقى لما بتقرأ سورة البقرة في البيت بيتك من أجزء المقابر الكنز الرابع أكيد أنت عرفته من نفس الحديث بقى أن سورة البقرة تطرد الشيطان من البيت بإذن الله إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخبرنا إن سورة البقرة إذا قرأت في ليلة تطرد الشيطان من البيت بإذن الله ثلاث ليالك يبقى أقل حاجة أن يعيد قراءة سورة البقرة كل ثلاث ليالك خيال بيتك ما فيهوش شياطين الشيطان اللي بيدخر على قلبك أفعال السوق في الأيام اللي احنا فيها دي بدل ما نقرب من ربنا سبحانه وتعالى الشيطان اللي بيدخل في قلبك الخوف بيدخل في قلبك القلق بيدخل في قلبك الديق خالما تطردوا من بيتك وكل ده ما يبقاش موجود بإذن الله الكنز الخامس صورة البقرة تشفع لك يوم القيامة يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اقرأوا الزهر وين البقرة وقال عمرات فإنهن يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يجيك أنهم غمامتين كده أو طيور كتيرة كده جاي حواليك تحاجاني عن أصحابهما يعني تشفع لأصحابها اللي كانوا بيقرؤوها في الدنيا شفاع يوم القيامة كمان نها السلام الكنز السادس في صورة البقرة أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي والآية دي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث إنه اللي يقرأها دبر كل صلاة بعدما تخلص الصلاة تقرأ الله لا إله إلا هو الحي والقيوم قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من الجنة إلا الموت يعني آية من صورة البقرة تدخلك الجنة بإذن الله الكنز السابع بآخر صورة البقرة آيتين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لغاية آخر الصورة كلنا حفظنهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه اللي يقرأ بالآيتين من آخر صورة البقرة كفتاة يعني إيه كفتاة بقى؟ يعني تكفيه الهم والحزن والخوف والقلق والشر تكفيه من كل شيء كنوز ما حصلتش يا جدعي انت بالله عليكي مش مقصودة مش حاسة أني انتي محتاجاها يلا بينا نقرأ صورة البقرة ونعمل بيوتنا بالكنوز تسألني هنا وتقول لي أمير لازم أقرأ كلها مرة واحدة؟ أقول لك يا سيدي يعني لو فضيت من وهي تكساها على ربع قارتها كلها مرة واحدة هتخسر حاجة لكن على العموم لو أستنتهى على اليوم إذن الله ربنا يتقبل ويعطينا كنوز صورة البقرة رب ما ينفعش أسمحها عم أمير يا سيدي ينفع ولكن القراءة أفضل بإذن الله ويا سلام بقى لو قرناها وسمعناها يا أخي ما تكسلش بقول لك كنوز أنت تجنني اللهم بصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وإلى هنا أيها السيدات والسادة ينتهي الفيديو بتاعنا النهارة وما تنساش قبل ما تقفل تعمل لايك للفيديو لايك لصفحة الفيسبوك أو سابسكرايب على اليوتيوب وشير في الخير وأعرف الغير لو حابب تدعمني على بيتريون أعطي لك اللينك في الديسكريبشن وفي أول كومنت على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أنا بحبوكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تابعوا عشتاك الساعة السابعة لايك كل الفيديوهات أنا معكم أمير مونير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته